برش الأسد البيت العيلة الذات الوطن الجذور والنفسية أيضا مع بعض المزاجين بيبدأ الأسبوع الثانين والثالثة الثانين 29 أكتوبر الثالثة 30 أكتوبر نوفمبر ببعض التراجع في سير الأمور التراجع في سير الأمور في إحتمال أن يكون في خيبة أمل التباسات مهنية التباسات فيها تكون مع الأحبة يمكن يكون فيه نوع من تعب تعب اللو علاقة بالصحة اللو علاقة بالشغل اللو علاقة يمكن بالواجبات الاجتماعية بتكتر عليك في إحتمال يكون فيه تأخير إحتمال يكون فيه نوع من التباس وفوضى في السفر وفي المواعيد انتبه من الاحتيالات يعني الثانين والثالثة هني بصراحة من أقل أيام كل هيدا الشهر حظا فكون حذر جدا انتبه من ما تضيع غراضك انتبه ما يصير فيه أخطاء كبيرة الأربعة والخميس الأمار ببرشك يعني الأربعة وواحد وثلاثين أكتوبر عم تنهي شهر أكتوبر والأمار ببرشك أمر ممتاز الخميس وواحد نوفمبر عم تبدأ شهر نوفمبر والأمار ببرشك أمر ممتاز هيدا معنيتا قادر انك تعود عن خسائر وتعب أو تراجع تنين وثالتة يومين الأربعة والخميس فإذا فيه مسائل بعدها عالقة إذا فيه مسائل بعد ما تمت فيه حظوظ كتير كبيرة نسبة نجاح كتير كبيرة بانتظارك الأربعة والخميس وهني أفضل يومين بهيدا الأسبوع وانت فيك تعتمد عليهم لحتى تنطلع بمرحلة جديدة هالمرحلة العلاقة بمسألة خاصة فيك في البيت في المنزل فيك انت شخصيا بقرار لتحسن حالك تحسن نفسيتك بيتك عقارك أو حتى يمكن تلتزم بممارسة الرياضة مثلا أو تقرر ترطبت أو تقرر تشتريبت الجمعة والسبت الـ 32 نوفمبر الثاني الأمر بيكون صار موجود ببرج العذراء المائي يعني اهتمامات مالية منصبة نحو مسائل شخصية من شان هيك أنا قلت فيه اهتمامي يكون فيه مصاريف مصاريف عقارات مصاريف توظيفات مالية مصاريف طبية استشفائية لتحسن بحالك أو بأحد أفراد العائلة يمكن عم بترمم بيت مبسوط ومرتاح فقط خلي عينك على كترة المصاريف بالنسبة ليوم الأحد يلي هو 4 نوفمبر الثاني الأمر بيكون صار موجود ببرج الميزان وبالتالي مولو برش الأسد انت شخص على موعد مع لقاء مع مواجهة يمكن مع أحدا من الأخوي أو أحدا من الأقارب أو أحدا من الزملاء بتشتغل معه عندك قدرة لحتى تدفع عن نفسك عندك قدرة لحتى تجاوب لحتى تناقش لحتى تطرح أفكار ولحتى أيضا تتخطى الأمور الغامضة توضحها أو تستوضحها تملك قدرة مهمة جدا على الكلام على التعبير عن الزيت وبتكون ناجح جدا ما بيخاف عليك الأكثر حظا في هيدا الأسبوع هي 21 و 22 أب أغسطس الأكثر توترة نسبيا هي 12 ل 16 أب أغسطس يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي بهيدا الأسبوع هي 23 تموز يوليو